تحركات مكثفة يجريها الرئيس التونسي قيس سعيد في مسعى لطمأنة التونسيين وقوى المجتمع المدني من صحة المصاري الديمقراطي للبلاد وذلك في أعقاب قراراته التاريخية بتجميد عمل مجلس النواب وإعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتولي السلطات التنفيذية بنفسه ففي أول تعيين يقوم به منذ اتخاذه سلسلة تذابير استثنائية وفي قدم المطالب الداخلية والخارجية بتشكيل حكومة بعد تجميد البرلمان وإقالة المشيشي عين الرئيس التونسي المستشار في دائرة الأمن القومي برئاسة الجمهورية رضا غرس اللاوي بتسيير وزارة الداخلية الرئيس التونسي طالب بضمان استمرارية الدولة في هذه الظروف الدقيقة الذي تمر بها البلاد مؤكدا أن الدولة ليست دمية تحركها الخيوط كما أشار إلى وجود محاولات من لبيات وفاسدين لتحريك الخيوط من وراء السطار في إشارة إلى كل الجماعات والحرقات التي تسعى إلى زعزعة استقرار تونس وأمنها وبينما ينتظر التونسيون تعيين رئيس وزراء جديد والإعلان عن خارطة طريق للخروج من الأزمة أعترف زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بارتكاب أخطاء خلال الأعوام الماضية في المجالين الاقتصادية والاجتماعية مشيرا إلى أن حزبه يتحمل جزءا من المسئولية لكنه عاد ليهدد من تداعيات ما سيحدث في تونس إذا لم يتراجع الرئيس عن قراراته زعيم الحركة الإخوانية لم يكتفي بهذا التهديد بل راح ليلمح صراحة إلى عودة العنف والإرهاب إلى تونس بينما بعث برسائل تهديد خارجية إلى إيطاليا وأوروبا الذي توعدهم بتضف 500 ألف تونسي نحوهم بوقت قصير تهديدات الغنوشي في هذا الوقت العصيب لا تضيف إلى الأزمة سواسك بمزيد من الزيت على النار تهديدات تؤكد أن النهضة وقياداتها لم تضع تونس يوما في أولوياتها بينما كانت المصلحة الشخصية هي كل ما تسعى إليه حتى لو على حساب الوطن